اشتركوا في القناة مثمنا دور عائلة احمد بن حسن ابراهيم الكرام الذين جسدوا مثالا مشرفا يحتذا به في شراكة المجتمعية للحفاظ على بيوت الله عامة وعلى هذا المسجد خاصة والذي يعد احد معالم سوق المنامة والذي رعي في تجديده الهوية للمعمار البحريني التقليدية ونوه الدكتور الهاجري بحرص مجلس الاوقاف السنية على تطوير دور العبادة وتهيئتها بما يتناسب مع قيمتها الدينية ورسالتها السامية في المجتمع مؤكدا بان ادارة الاوقاف السنية قامت بانجاز وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية وذلك ضمن خطة منهجية واستراتيجية واضحة لمشاريع اعمار وصيانة وترميم دور العبادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة